من جديد أهلا بحضراتكم بينضم لينا الدكتور عبدالله الرجدي من علماء الأزهر الشريف ودعي الإسلامي الكبير اللي ورحبه بقوله الحمد لله على السلام يا دكتور الله يسلمك وبرك فيك وسمحني عالتأخير معلش بطل أنت عارف يعني طبعاً ديك ترحلة شقة أكيد صحيح ربنا عينك رب دكتور الله يبرك فيك في الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم مع حضرتك في حتة الخطاب الديني وطبعاً هناك زي ما بيقوله كده مباراة فكرية بين طيار علماء الدين وعلماء الشريعة وما بين طيار يسمى طيار التنوير ومش عارفين نلتقي في نقطة التقاء أو أن احنا نتفق حتى على حاجة طيب هذا الطيار يعني ألا يدعو إلى تجديد الخطاب الديني وما تضير من تجديد الخطاب الديني هو أولاً بسم الله الرحمن الرحيم لا يمكن للخارجي عن القانون أن يلتقي مع رجال القانون لا يمكن أبداً يلتقي المخربون مع المصلحون لا يمكن أن يلتقي من يقوم بالدفاع عن دين الله عز وجل مع من يخربه دين الله سبحانه وتعالى لا يمكن يلتقي إن جاز التعبير مثلاً واحد شرطي في الشارع مع حرامي تقوله دعاً ألتقي في منطقة وسط هذا الكلام مرفوض ولا يمكن أبداً ولذلك أنا برفض ودايماً بقول الكلمة دي هذا دول خطين متوازين مش ممكن يلتقوا مع بعض أبداً مستحيل زي كده إيه يعني حاجتين بيلفوا ورا بعض لكن اللي يمكن يكون في بينهم منطقة أو مكان التقاء ليه مش ممكن يكون في مكان التقاء لأن الطرف الأول أو الفكر اللي احنا بنسميه أو اللي هما بيسموه التنوير والتجديد والكلام ده كله طبعاً ما التحفظ على كلمة التجديد لأن التجديد ضرورة دينية وإحنا بننادي به بس من زي ما هما بيقولوا اللي هما بيعملوه هو عبارة عن تفريغ للدين الإسلامي من محتوى وتفريغ للنصوص الشرعية من مضامينها ووضع معاني جديدة هذه المعاني لا تسعفها النصوص ولا يمكن أن تتلاقى مع ثوابة الدين الإسلامي بل هي تخرب وتفسر الدين تماماً وتجعله شيء كده يعني إيه خواء فاضي ما فيش فيه أي حاجة فأنا مش ممكن نعمل لقاء بين الاتنين هذا الفكر زي ما بيقول لحضرتك كده هو كل هدفه أولاً وأخيراً هو إفساد الدين إخراجه من إخراج الإحكام الشرعية من نصوصها تبدلها أنا ما أدرش أن أنا ألتقي معه إنما أنا أستطيع ألتقي مع إنسان لديه دراسة لديه معرفة لديه قواعد علمية نستطيع إذا تبحثنا أن نحتكم إليها لكن واحد أعد أحتكم إليه يعني بعضهم مثلاً يقول لك هو وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تدون ليه شوف إيلة الأدب والمصيبة وصلنا لدرجة إيه واحد يقول لك لن أدون وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واحد تاني يقول لكم العرب والمسلمين فتحوا مصر إليه عمر بن العاص كان يخش مصر إليه يعني أنت كنت عايزة أن أظل نقبع في عدم إيماننا بالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وإذا علم من سيدنا عمر بن العاص أنه أجيه وفتح مصر وإلا الكلام ده أنا سمعته بأمي وذنيه في إحدى القناة ما جير ما أقول اسمه ما جير ما أقول قناة إيه ما جير ما أقول الموزيح إيه ما جير أسماء وحضرك عارفه الناس كلها عارفين يقول لك يفتحوا مصر إليه فإنت بتتعامل مع تيار هو عامل زي السرطان اللي بيدخل جسد الإنسان عامل زي الكورونيك إذا تروح دخل ضرب الأمعاء وضرب الجهاز الهضمي وضربه مش عارف الرئة وضربه وهب الواحد انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى دول بيعملوا كده يحاولون ضرب جسد الإسلام وتهتيك هذا الجسد وجعله وجعله يعني مريضا متهاويا خاويا لا يستطيع القيام فلا يستحيل أننا ألتقي مع تيار هدف وإفساد الدين ده شيء من رابع المستحيلات يعني ما فيش التقاء ده مستحيل ويبكي ده اللي احنا توقعناه علشان كده لما نحب نعمل التقاء فكري أو مناظرة فكرية ستكون يعني بالطريقة اللي احنا اخترناها دلوقتي لو أنا هعرض على حضرتك بعض الأفكار حضرتك يعني ياريت حضرتك يعني ياريت حد فيهم يعني هم بقالهم فترة مش عارف بردنين ولا إيه يجوا يتكلموا يعني هم طول أمرهم بيقولوا احنا بتوع الكلمة واحنا بنحب الكلمة قدام الكلمة والرأي قدام الرأي ما تيجوا يتكلموا مالأ دلوقتي اللي أنا لحظت والفترة الأخيرة دي تنامي لبعض البرامج تحديدا بتتبنى فكر بعينه دون وجود الطرف الآخر طب نحاول أن احنا نلتقي يعني حضرتك بتقبل الدعوة غيرك لا يقبل الدعوة خليني أقول أنا أقبل الدعوة ما عنديش مشكلة بالعكس أنت قبل كده أنا طلبت منك مناظرة وحضرتك يعني قابلتها وأعلمت قبولة لو حضرتك بتقول لي بكرة أنا مستعد لو تقول لي دلوقتي أنا مستعد ما عنديش مش ليه لأن الحمد لله الحقائق موجودة وفي كتير من الحاجات اللي كانوا بتكلموا فيها قبل كده الجمهور النهاردة والشباب بدأ يدور وراهم وبدأ يفتح في البداية كانوا مبهورين بالكلام دي حاجاته إيه ده بجد الدين بيقول كده فلما قعدوا يسمعوا مننا ومن جرنا ويراجعوا الكلام تاني اكتشفوا أن فيه حاجات مقصوصة وفيه حاجات طيرة وفيه حاجات مش مظبوطة وفيه تلفيق بيحصل وفيه ضحك على الدقوم وفيه حاجات كتيرة جدا 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 الغرض منها في النهاية هو إفساد هذا الدين زي ما قلت لحضرتك فيه مشكلة تانية جدا أو سازهاني وأرجو أن يعني صناع القرار ينتبه له فضل دكتور ومهمة جدا أنا قلتها وعيدها تاني أنا كشاب مسلم لما ألاقي دلوقتي أن عندي طيار بيزقم التنوير وبيزقم التجديد طالئ بيطعن في ثوبة الدين الإسلامي أنا هيحصل لي رد فعل عكسي فوري لأن ديني عندي غالي فبدل ما حكون في منطقة الوسط أنا حاجة من اتنين يا إما هطلع أقصى اليسار سأقول حد يا إما أقصى ليمين داعشي والإتنين خطر والإتنين خطر وخلي بال حضرتك في الغالب أنا حسب ما بقعد مع الشباب وشفت ما بيكونش عنده قناعة على الفكرة بالتيرين الشاب بيكون يعني خارج بزهقان أرفان فبيعمل أي حاجة فلي بتلاقيه النهاردة ملحد بكرة بتلاقيه لا بداعشي واللي بتلاقيه داعشي بعدها بيقلب ملحد حسب ما تطرقافه الأمواج وفيه شاباب بقولها ركن وبينزلوا فعلا والله من بر بصري عودوا معايا بيتكلموا بحسه هو قاعد في نفس الأعداء ورايح جايه بين هنا وبين هنا بزبط ليه؟ لأن انت عملت ودمر له في دينه انت مش بتديره الخط الوسط وبعدين انت ماسك دايما تقول لك إيه البخاري البخاري هو طبعا يستحيي أن يتكلم في القرآن وإن كان بعضهم زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت تجرأ على قضية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم الشرط وبذلك لما انت تنسي في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا نسفت الإيمان بالقرآن الكريم حاجة بدهية يعني مش محتاجة أن احنا إيه دي بما إنا إذن وحذراك رضيت عليه الحلقة الفاتت طبعا فلما نيجي النهاردة لوقتي حذراك تتكلم معي وتقول لي أنا كل تركيزي على السنة مليش دعب القرآن في الحقيقة هو كذاب اللي بقول كده لأن كل النصوص اللي انت بتجيبها من السنة وتنكرها ومش عجبك موجود أضعفها في القرآن يعني أي نصوص مش عجبك موجود زيه في القرآن يبقى يعني خلينا بقى ندير الحوار بالطريقة اللي احنا مضطرين لها طبعا يعني هو بالفعل السنة أبراهيم عيسى بيعمل كده دلوقتي في برنامجه هو بيكلم بطريقة يعني هو محدد هدفه تحديدا وبيتكلم مع جانب واحد وكل ضيوفه في جانب واحد أنا ليس لدي اعتراض على هذا طبعا وهذا حق أصيله ولكن احنا لما حبينا يعني نتحاور فكان لازم أجيب حضرتك كطرف تاني دكتور عبدالله واسمح لي أن أنا أعرض لحضرتك أول فيديوهات معنا حضرتك تعلق لنا عليها بعد ما حضرتك تسمع معنا الفيديو ونسمعه مع مشاهدين مشاهدين هنسمع مع حضرتك هذا الجزء البسيط من برنامج مختلف عليه لأستاذ أبراهيم عيسى ونرجع تاني مع حضرتك وخليكم معنا يحدثوننا عن إجماعهم عن إجماع الفقهاء على وجود الناسخ والمنسوخ لكن هل الإجماع عموماً موجود أصلاً في كل حاجة ملاش ألقى بالناسخ والمنسوخ الإجماع ده كلمة الإجماع دي حقيقية طب هل الإجماع في الناسخ والمنسوخ معقود ومتفق عليه فعلاً في عدد الآيات المنسوخة والآيات الناسكة لا طبعاً لا تماماً زي ما قلنا فيه تباينات شديدة ولما لهم عجز عن التفسير لجأوا للأحاديث واعتبروه أحياناً ناسكة وأحياناً مشرعة وأحياناً مكملة للقرآن الكريم مهما كان هناك من تعارض واضح للأعمى قبل البصير والعمى هنا مش عمى نظر طيب يعني فكرة الإجماع هو معطرت عليها وقد يكون هناك منطق للبعض دكتور عبدالله اسمهلي برضى أرادوا حاجة أن لم تجمع البشرية على المولى عز وجل فكيف يكون هناك ما يسمى بالإجماع داخل الفقداء يعني ليس شرط أنه دي قناعتي يعني حالك تعلم هو حضرتك اللي احنا متكلم فيه هو إجماع استلاحي يعني استلاحي يعني إجماع علماء أو اتفاق علماء على أن المراد من النص ده أو المعنى ده وكذا زي مثلاً نهاردة حضرتك لما أجي على نص قانوني دستوري فتيجي حضرتك فتحاول تقولي ده معنى النصر يا عبدالله كذا وكذا وكذا أقولك بس جميع القانونيين والدستوريين اتفقوا على أن هذه الكلمة تحددها في القانون هو المدلول ده ملهاش مدلول تاني فاللي أنت بتقوله ده غلط ليه غلط لأنه هو بيصطدم بما اتفقت عليه اللجان القانونية أو أرباب القانون هم اتفقوا ليه على حاجة زي كده يعني هم قاعدين مع نفسهم فقرروا كده هم يتفقوا والاتفاقهم هذا صدر عن معرفتهم بالنص وعن معرفتهم بمعنى النص ثم عن معرفتهم بأن هذا المعنى هو المدلول الوحيد لهذا النص ولا يمكن أبدا أن يكون النص محتملا لمعنى آخر طبعا هم جابوا ده منين رجعوا لقواعد اللغة العربية لذلك حضرتك في أي دولة حول العالم لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن أنت تروح ترفع عضية في أي دولة في أي محكمة إلا ما تجيب محامي خبير من عندهم في اللغة والمصطلحات القانونية ومتقنها جيدا وعارف المدلول بتاحها إيه هل ينفع حضرتك أن أجيب بيع موز من الشارع ما احترام الباقي الموز طبعا كنت نرم لك الموز جميل وحاجة حلوة فكرة ربنا ينفع أجيب بيع الموز اتفاق الفقهي مثل على وجوب الوضوء عند الحدف أو على وجوب الوضوء بعد التبول أعزك الله إنت رأيك إيه في الإجماع ده ممكن أجيب مثلا واحد بيبيع سمك وأقول له مش طبعا كلنا أكل سمك وما احترام لهذه المهنة لكنه مش تخصصه أو بلاش أجيب واحد مدرب كورة أقول له بعد إذنك أجيب مدرب النادي الأهلي مثلا أقول له والله سمحت عندنا مشكلة دلوقتي إيه رأي حضرتك في موضوع التبرع بالحيوانات المنوية والبويضة بتاعة المرأة الكلام ده أنت شاهده صحيح حكم ده إيه بس إحنا عندنا والله يقول له فيه عندنا مجمع الفقه الإسلامي بتاع جده أصدر فتواه من الكلام ده حرام ولو أدلة رأيك إيه في الأدلة دي هيقول لي حاجة من اتنين يا أنت بتستهزأ بيه يا أنت راجل مجنون ليه بس تستهزأ بيه لو كإنسان عاقل مدرك عارف أنه لا يمتلك الأدوات اللي تؤهده الكلام في حاجة زي ده يا إما أنت راجل مجنون لأن أنت بتطلب من فاقد الشيء أن يحكم عليه أنا لا أمتلك العلم بهذه القضية فكلمة الإجماع معناها أن هذا النص بحث فيه ونظر في دلالته فوجد أنها لا تحتمل وفق قواعد اللغة العربية إلا المعنى ده ووفق ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلا ده يبقى أنا ما جيش ألعب فيها وإلا لو نقضنا حضرتك فكرة الإجماع دي هنقع في إشكالية كبيرة جدا إن هيبقى ألو هي نسبية الحقيقة وده اللي عايزين يوصلون ليه ولو أنت فاكر حضرتك كان في المناظرة الشهيرة اللي بين رئيس جامعة القاهرة والشيخ الأزهر لما كانوا عاديين لما الفضلت الإمام قال له فيش حاجة يصبعها الحقيقة نسبية فيه حقائق مطلقة وإلا معنى كده أن كل شيء في الوجود لا حقيقة له يعني هي حقيقة نسبية والسيد هاني يعني كل شيء هو الحاجة وعكسها في نفس الوقت يعني حضرتك اسمك هاني الديباني واسمك محمد عبدالسامي في عادي ممكن تبقى نفس الوقت أنا شايفك هاني وده واحد تاني شايفك محمد عبدالسامي ينفع الكلام ده يعني أنا مثلا ويبقى أنا زكر وأنسة في نفس الوقت إزاي جماعة توحد جننونا يبقى اللي في إلي دي ساعة وتليفون في نفس الوقت ده معنى الحقيقة النسبية إن ما فيش شيء نتفق عليه إن كل شيء متاح كل شيء جميل أنا أشوف الحاجة بالشكل اللي أنا عايزه وإنت تشوفها بالشكل اللي إنت عايزه والتنين صح ده وفق النظرية اللي يجدها بسي através إحنا ممكن نقول خلي بالحضرتك إن أنت تشوف الحاجة بالشكل اللي إنت عايزه وإنا بالشكل اللي إنت عايزه بس لا يمكن هتتفق معاك إن الاتنين صح إنما هحترم وجهة نظرك في التعبير عن رأيك بس احترام للتعبير عن رأيك أو لوجهة نظرك لا يعني أن أنا أوافق على وجهة النظر دي يعني مثلا أنا بقول الكيلو ألف متر فحضرتك قلت لك جايز الكيلو يكون خمسمية وتسعين متر مثلا أنت شايف كده فقلت لك لا والله ده هو الكيلو ألف متر عشان هو العلم بيقول كده العلم بيقولون الكيلو ألف متر ظلالت حضرتك مقتنع ومصدق ورابط مكانك على أن الكيلو خمسمية وتسعين متر طيب خلاص أنا أقول لك أنا مختلف معاك وده رأيك بس أنا اليوم كده أقول إن هو صح ده الناس الطبيعيين بتوقع النسبية دول عايزين إيباه عايزين إيباه عايزين إيباه أقول إنه صح ينفع الكيلو يكون تسعين وتسعين متر ولا خمسمية وتسعين متر وينفع يكون ألف متر فده اللهم عايزين يوصلوله إن إحنا ننفي فكرة القوائل عايز تقول إن إنت لو دخلت بقى من الحقيقة المطلقة للنسبية أنت كده بتهدم سوابط بتهدم أعمدة الدين لذلك هو ده عايز يوصله فهو لما جي يهدم أعمدة الدين استضب ونقول له لا ده فيه عندنا إجماع وفيه متواترات وفيه بلوي سعودة قداما فيه خروط قال لك لا ده الحاجات دي هتوقفني عن إن أنا أفعكش والعب في النصوص براحتي لا إجماع طوز مش عارف إيه طوز جمهور طوز المزاهب الأربعة السنة الصحابة النبي ذات نفسه أصلاً مايلزمناش وصلوا كده في النهاية صلى الله عليه وسلم قال لك لا مش مطالبين بالإيمان بيه حوصل دي ربنا من غيره بأي طريقة ما خلاص بقال لك أنا أنا حر نفسي حوصل دي ربنا من غير رسول الله وده كفر بواح يعني ده كفر بواح لن تصل إلى الله إلا عن طريق رسول الله وقبل أن يبعث رسول الله لن تصل إلى الله إلا عن طريق إيمانك بكل رسول الله السابقين لذلك أنا لو مسلم النهاردة بس قلت أنا الله مش مؤمن باليسع أو مش مؤمن بإلياس أو مش مؤمن بإبراهيم أو مش مؤمن بعيسى كافر على طول ليه؟ أمن رسول رسول فأنت لما كذبته في الحقيقة أنت ما جدبتوش هو إنما كذبت الذي أرسله لا نفرق بين أحد من رسوله ما منتهية خلاص نص قرآن لك لا نفرق بين أحد عشاء الله يفتح عليك عشان بقى هو عايز يصطدم وعايز ينفي دي فعايز يلعب في النص فهيطلع لك له أي معنى عشان يقدر يطلع لك أي معنى لازم ينفي أو يهدم الجدران والمتاريس اللي انت حتطهله على المعاني عشان يقدر يشتغل برحته ويلعب برحته وفي الآخر يوصل للشباب يا جماعة الدين سهل ويكيوت وجميل اعملوا ما شئتم ولعبوا زي ما انتوا عايزين وكله صح وكله ماشي طيب برضو قبل ما وريني حركة في فيديو التاني وهو برضو بردو خليني برضو أقول لحضراتك إن آه زي ما حضراتك أشارت إن أنا مروحش لبتاع الموز ولا اللي بتاع الجوافة ولا لده ولا لده وأروح لمتخصص لما يبقى عندي شبهة زي أنا مقدرش روح أتكلم عن بتاع الموز أو بتاع السمك أقول له السمك ده مقدر شفتي عنده أنا بالنسبة له تلميز تمام أنا روح عنده كده أو عند باقي الموز أنا بالنسبة له تلميز لا أنا أزيدك من الشعر بيت قبل ما شوف الفيديو اللي هيكون جايز معنا حالا إن أنا ممكن أمرض ومحتاج أروح لطبيب وأنا مؤمن أن أروح لطبيب بس لو أنا عيني اللي بتوجعني مش هروح لطبيب باطمة لا يفتح علي وده طبيب وده طبيب بالمناسبة أنا مؤمن بالتخصص بالزبط كده بس مؤمن بالتخصص طب نشوف في فيديو ونرجع لحضرات تاني نعم يا فلدي يلا بينا نتفرج ونشوف ونرجع لحضراتكم يلعب أحدهم لن أتحدث به القردة تزني مثلا هذا لا ينافي العقل مثلا حديث السم سبع تمرات مثلا سبع تمرات تقي من تمر المدينة تقي من السم والسحر طيب تمر المدينة موجود ولا غير موجود وأنا مستعد أن آتي بسبع تمرات والسيد الشيخي اللي طلع الزرنيخ موجود ولا مو موجود أنا سأدعه يأكل سبعة تمرات ويأخذ الزرنيخ يبرهننا هذا الكلام إن كان صحيح بعدين الشمس الشمس تذهب لتسجد لربها ثم تعود يعني هل هذا الكلام يقبل طبعا نحن عم بحكي من خلال أرضيتنا المعرفية نحن والإله يحمل الكون على خمس أصابع والإله يضع رجله الله عز وجل يضع رجله في النار حتى تقول قط قط ثم يخلط خلقا لأهل لأهل الجنة ثم يلعب أحدهم دكتور عبدالله يعني هو بيكلم في الجزئية برضو أن هناك حديث يتحدث عن طمر المدينة وسبع تمرات وما إلى ذلك وبيقول حدث طمر المدينة موجود والسم موجود وتعالوا نشوف خلاص الحديث ده احنا هنرميه في الزبالة ومش أجيبه هم عايزين كده يعني حشر الله بس هنعمل ده طيب رمينا الحديث دوت خلاص مش أجيبكم ماذا سنصنع في قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك يبدي عني فإني قريب أجيب دعوة الدايلة إذا دعا هل هو يؤمن بهذا القرآن حسنا بقولك دول بيشككه في القرآن يؤمن بهذه الآية نعم أنا بنفس المنطق السطح بتاعه أعمله أقول لي والله تعالى حطك قدام الأكرد الأطر التربيني وهربطك على الأضيب وعايزك تقول لي يا رب اللهم إذا مر القطر علي فلا تمتني يلا مش انت أؤمن بالله هيقدر يعمل أنا موجود وسكك حريد نصر موجودة والأطرات التربيني لسه جايبها هوت الوزير كاملة هوت حاجات حل وزير فل أحط قدام أطري من دول وإيه دي يا ربنا بهذا المنطق هو يشكك في القرآن لكن الذي غاب عن ذهنه أن الله سبحانه وتعالى يستليب دعوة الداعي دادعه لكن هذه الدعوة حتى تستجاب لها شروط ربنا قال في سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين ده رقم واحد أصدل بأسأس القرآن أصلا فهمهم وخبزهم وعجلهم كويس ده رقم واحد رقم اثنين إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل الدعوة لكنه قد يؤخر إجابتها لأجل عنده هو يعلمه رقم ثلاثة ربنا تقبل الدعوة لكن قد يعلم الله أن هذه الدعوة ليست خيرا لك فيبدلك خيرا منها ربنا قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولة طيب الناس دي غايب عنها معلومات كتيرة بيتعاملوا زي ما قلت لحضرتك مع الدين بهذه السطحية والتعجرف الذين لا يمكن أن يقومها أحد طيب يفع الشمس ترح تسجد وتيجي؟ طيب ما ربنا سبحانه وتعالى لو الشمس تجري لمستقر لها مش ربنا سبحانه وتعالى وإن من شيئن قال وإن من شيئن اللي يسبح بحمده خلي سجود الشمس والتسبيح مش ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى أن الله يسجد لهم في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب هو ممكن يكون هنا ليس هناك خلاف على السجود الشمس والأشياء ولكن ممكن يكون على كيفية هذا السجود ممنوجة نظره وإنت هو سؤال بقى ممكن يكون مقبول هذا الإطار أنت رحت حضرتك شفت الشمس يعني طليعت فوق كده مع فلك الشمس وشفت العرش فين ووصلت حتى السماء الدنيا وشفت الكلام ده ما شفتوش أنت مالك يا أخي طب وفي المقابل برضو اللي قالنا بتذهب وتعود ممكن يكون ما شافش يا دكتور لكن سيدنا النبي عليه السلامة والسلام أخبر أن خالق الكون وصانعه أخبره بذلك خلاص ربنا أعلم أنا معرفش بلأ خلينا أقول لا الروايتين صحيح ولا الروايتين خطر طب أنا أقول لك على حاجة إيه الضرر في ده لا أنا سمع لش التليفون الموبايل ده هذا يسبحه بحمد الله الآن التليفون ده ربنا وإن من شيء إن الله يسبحه بحمده ولكن لا تفقونا تسبيحهم أنا مالي لازم أقع جيبه داني كده أقول له أنت بتسبح إذا دم يسبح سمعني كده سمعني صوتك بعد إذنك زي بعض المهويس اللي قال لك مفيش عزاب قبر لي يا حبيبي قال لك إحنا دفلنا ميت وحطينا معا كسة وفتحنا ما سجلش حاجة أنتو تعبانين مول أنتو مجانين أنا عندي عندي تقرير من طبيب تشريح ممكن أبقى جيبه لحضرتك بصوته بيتكلم في الجزئية نشرح جزتين في يوم واحد ووجد اختلافا كثيرا طيب خليني أروح للفيديو اللي بعد كده أرجع لحضرتك برضو نكابل مع بعض طب أه ممكن قبل أسنانها قال لك زين القرود حديث عن القرد زينية الحديث على القصد مطعا لناس كتير أولا النبي صلى الله عليه وقاله وسلم وهذا كذب لم يقل البخاري إن رسول الله قال إن القردة تزني ولا إن القردة مكلفة ولا إنه يجب رجم القرود ده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيروي رواية عن واحد اسمه عمر بن ميمون عمر بن ميمون ده شاف قصة هو شاف حاجة زي ما أنا أقولي فاكر حضرتك برنامج جاء مصطفى محمود الله رحمة تعالى من الحيواني رعب طبال وقال لك مش عارف شوف ده عمل إيه بلاش حضرتك ليش راجرافك عارف حضرتك خال مش بيقود وقال لك مش بيفسروا بيفسروا السلوك الحيواني أهو ده عمر بن ميمون بيقولنا أنا شفت إير ده وكتناهي مفحوض من الإير ده جزها وثبيته وراح يتزنت بيحكي قصة هو شافها هل دي دين هل هو دلوقتي قال البخاري إن سيدنا النبي قال القرد زنت واحد بيحكي حاجة شفها في الجاهلي شوف عدم الدراية شوف عدم حتى مش بركزين هما بيقولوا إيه أي كلام يتقلوا خلاص أي كلام بيقولوا خلاص طب نكمل ناخد الفيديو اللي بعد كده بعد إيزنك محمد تفضل فضل يا وليد مش في جوهر العقيدة سيد زكري لا في منها في جوهر العقيدة في منها طبع حديث على ما أعتقد اللي بني الإسلام اللي جاء جبريل يعلمنا دينا رواه على ما أعتقد أبو غريرة وفي رواية لعمر بطب وأنه جاء وعلمنا وسأل النبي ووضعه ووضع يديه على فخزيه وقال ما الإسلام ما الإسلام ثم ما الإيمان ثم ما وأنت لدى الشات الحديث طويل يعني وما بعرف يعني لماذا يعني يأتي جبريل ليعلمنا يعني ليعلم النبي الأركان والأركان الإيمان وأركان الإسلام وبعدين إذا جاء جبريل يعني ما الغاية من الموضوع ما الغاية وما هي وظيفة النبي الكريب إذا كان النبي لا يعلمنا يعني هو ينتظر الجبريل ينزل وجبريل إذا بتقرأ عنه بالكمال ما ردك بالطور والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فهذا الأخ الكريم نقول له جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا بسوق المثال بضرب المثال إيه اللي زعلك إن صورة من صور التعليم إن ييجي جبريل ويقعد قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويحدثه وإحنا الصحابة يسمعوا حاجة كده قياسا بما باله أقوام يعني وقسم الفارق يعني أنا مش فاهم إيه الماء ده ده في قصة دي تناقض الدين في إيه أو تناقض العقل في إيه يعني أنا مش فاهم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إذن كله بيجي إيه من عند الله سبحانه وتعالى طيب وإذا بدلنا آياتا مكان آية النسخ والمنسخ اللي الأسابة الرئيسي كنت بيتكلم فيه وإذا بدلنا آياتا مكان آية رفعنا آية وجبنا مكان آية تانية والله أعلم بما ينزل تكلم عنه أحياء قالوا إنما أنت مفتر أنت بتألف من عندك بل أكثرهم لا يعلمون قل قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا أوضح من كده عايزين إيه لذلك هو عشان يستطيع أنه ينكر الأمور اللي هو مش مستسرها مش هيقدر يعمل ده غير إيه ما ينكر الإجماع وينكر الشواهد وينكر اللغة العربية بعضهم بيقول لك كلمة غريبة لما تيجي تقول له الكلمة دي مدلولها في اللغة العربية مش كنا أنت غلطان يقول لك هو أنا هحكم على القرآن باللغة العربية ويخوفك من كلمة كده اللغة إيه هو أيهما كان الأول القرآن كان الأول واللغة العربية ثم نزل القرآن بيها طيب والقرآن ربنا لنا جعلناه القرآن عربية وقال بلساننا عربي مبين وقال ولو جعلناه قرآن أعجمي اللي قالوا لو نزلت آياته أعجميون وعربي عايز تقول أن تحت أي ظرف أنا باحتكم القرآن باحتكم القرآن عربي في ناس تحت أي ظرف مش هتؤمن باللي باللي يعني باللي أنت عايز تقوله يعني في ناس خلاص خلاص هو ده لا وكمان عايز أقول أن القرآن بيحتكم إليه باللغة العربية ربنا لكينا في القرآن طبعا لضيق الوقت بس انتهت حلقاتنا النهاردة لقاءنا القدم إن شاء الله يكون في يوم أفغوش الشتاء أو حضرتك تغير محل إقامك وأنا بأضعوك على الهوى إن أنت حضرتك تنطقل لأكتوبر أو زيت عشان تبقى قريب مننا إن شاء الله رب ليس إن شاء الله طبعا لقاء يعني كنفسي يكون أطول من كده ولدينا مزيد طبعا من الأطرحات اللي نفسنا أطراحها لحضرتك ولكن يتبع هذا لقاء لقاء قادم بإذن الله يتعالك العادة وبشكر وجود حضرتك وطبعا إحنا أسفين إن إحنا جبناك في هذا اليوم الماطر ربنا يبارك فيك دواعي سروري والله إن شاء الله أنت وقتبات عندنا نهاردة بيتازم تراوح ربنا يخليك يا رب بشكر مشاهدين على حسن المتابعة كما أشكر ضيفي وضيفكم والدكتور عبدالله رشدي عالم من علماء العزر الشريف ودعي الإسلامي الكبير شكرا جزيلا على هذا الحضور ولكم مني كل تحية وإلى لقاء قادم بيني وبينكم في الطريق التالت تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل هذا هندباني وحييكم وأترككم بعد قليل مع مدام نيبال جبر وبرنامج مع نيبال شكرا جزيلا